السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصفة التاسع الأساسية اللي هو ثالثة عدادين طبعا وصلني السؤال من الطالبان السرين تريد حل تمارين صفحة 97 اللي هو القسم ثانيا واستمر 97 98 99 تمارين محددة 1 و 12 و 12 تمارين حلوة ورائعة حول ضرب وقسمة الكسورة القبرية يعني مقادر القبرية نضربها ونقسمها أو بمعنى آخر اختصار نختصرها نحلل المقادر القبرية اللي بالباسط والمقام ثم نقوم بالاختصار طبعا قبل أن أبدأ بالفيديو لا تنسوا وضع اللايك أو الإعجاب على الفيديو ومشاركة الفيديو مع زمولائكم لتعم الفائدة وأيضا دعما لنا رقم 2 هناك في التعليق المثبت أسفال الفيديو في أول تعليق ستجدون فيه قائمة فيها أكثر من 400 فيديو كلها حلول وإجابات أسئلات وتمارين ونمارج اختبارات للكتاب المدرسي للصفة التاسع في المنهج اليمني طبعا السؤال رقم 1 من صفحة 97 يقول اجري العمليات الآتية اللي هو ثانيا اجري العمليات الآتية أو بمعنى آخر أو قيد الناتج أو بمعنى آخر اختصر إلى أبسط صورة ممكن نجيب بهذه الصور يعني السؤال خمسة وعشرين سين تربيع صاد عين على أربعة ألف باء تكعيب جيم في ثلاثين ألف تربيع باء تربيع على خمسة عشر سين صاد خمسة عشر سين صاد أو ثلاثة اللي هو تكعيب أول شي نبدأ نختصر نقسم البسط والمقام على الأشياء المتشابهة في الضرب فقط شوف موجود هنا ضرب لكن لو فيه جمع أو زائد أو ناقص ما نقدر نختصر من كسر إلى كسر لكن هنا في حالة الضرب نقوم بالاختصار مثلا الخمسة عشر نختصر مع الثلاثين أول نبدأ بالعداد اللي هو المعاملات يعني وبعدين بالمتغيرات المتشابهة نحذف من فوق ومن تحت هنا عال خمسة عشر فيها واحد وهنا ثلاثين عال خمسة عشر فيها كام إثنين أيضا الإثنين تختصر مع الأربعة الإثنين هنا الإثنين فيها واحد والأربعة فيها كام إثنين إذن أول شيء الأعداد إذن أصبح بالبصنعي 25 في 1 بـ 25 والمقام 2 في 1 بـ 2 نتجه للمتغيرات أو للرموز أو للمجهولين سن تربيع هنا سن تربيع وهنا سن إذن ما فيش عد هنا ولا هنا إذن نختصر سن هذه تروح مع سن هذه التربيع يبقى سن واحدة فقط بالبصت اختصرنا واحدة من المقام واحدة من البصت هنا سن تربيع أو سن 2 اختصرت التربيع مع السن هذه أصبحت سن فقط إذن البصت بقي السن فقط بالنسبة للصادات الصادات هنا صاد أس 1 وهنا صاد أس 3 إذن يروح صاد أس 1 مع صاد أس 3 يبقى صاد أس 2 أو صاد تربيع تخطشنا حبة من البصت اختش حبة من المقام هذا بالنسبة للسن وأصاد عين ما في لا بالمقام ولا بالكسر الثاني إذن تنزل كما هي بالنسبة لباق تكعيب أولا ألف ألف هنا واحد أس واحد وهنا أس اثنين يعني لما نختصر يبقى ألف أس واحد بالبسط هذا ألف بالمقام راح مع ألف بالتربيع اللي بالبسط يبقى ألف أس واحد فقط بالنسبة للجيم جيم ما في لا هنا ولا هنا ولا هنا صح ينزل كما هو جيم هذه حدود جبرية طبعا سهل بسيطة باقي معنا باء هنا باء أس ثلاثة وهنا باء تربيع إذن لما نختصر أو بمعنى آخر نأخذ هنا ثنين ومن هنا ثنين يبقى تحت باء باء أس واحد إذن هذا هو الحال 25 على ثنين والسين عين ألف صد تربيع جيم باء رقم اثنين رقم اثنين دخلنا بين المقادر القبرية هذا مقدار قبري وهذا مقدار يابر نحلل أي مقدار قبري كلا في موقعه ثم نختصر نحلل المقدار القبري إلى عوامله إلى أقواسه اللي ضربت في نفسها ومن ثم نختصر الأشياء المتشابهة فهنا معي سين ناقص اثنين سين ناقص اثنين وهنا سين تربيع ناقص تسعة إذن البصد ما يتحلى لنظرك ما هو سين ناقص اثنين المقام فرق بين مربعين قوسين متساوين جذر الأول ناقص جذر الثاني في جذر الأول زائد يذر الثاني يعني سين ناقص ثلاثة في سين زائد ثلاثة في سين ناقص ثلاثة في سين زائد 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 ثلاثة في للبص سن تربيع ناقص سن ناقص ستة أو سالب ستة هذا يتحلل بالمقص الحد الأول سين في سين بسن تربيع واثنين في ثلاثة اثنين في ثلاثة بكام بستة إشارة الحد الثالث سالبة إذن إشارتي المقص مختلفتين الأكبر نفس إشارة الوسط إشارة الوسط سالب وهنا مقب إذن عندما تكون الحد الثالث سالبة إشارتي المقص مختلفتين العدد الأكبر نفس إشارة الأوسط قرب الآن سالب ثلاثة وموقع بثنين كمساوي سالب واحد لأنه الأكبر سالب ثلاثة إذن سالب ثلاثة وموقع بثنين الباقي موقع سالب واحد لأنه الأكبر سالب إذن البسط هذا تحلل معي إلى سين زائد ثنين في سين ناقص ثلاثة سين زائد ثنين في سين ناقص ثلاثة الآن اختصر الأشياء المتشابهة من البسط ومن المقام أولاً المقام هنا سين ناقص ثلاثة مع سين ناقص ثلاثة مع سين ناقص ثلاثة سين زائد ثلاثة مع سين زائد ثلاثة إذن البسط كم بقي معين؟ واحد سين ناقص ثلاثة مع سين ناقص ثلاثة مع سين ناقص ثلاثة سين زائد ثلاثة مع سين زائد ثلاثة أقوى سلاحة من الوصل المقام باختصارات أشبقي معين من المقام سين زائد ثلاثة سين زائد ثلاثة هذا هو الحل إذن هذا المقدار كله اختصاره أو أجريت العملية أو ضربت أو اختصرت أو اختزلت أو بصت واحد على سين زائد ثلاثة هذا هو الحل سين زائد ثلاثة ما فيش بالبصت شيء سين زائد ثلاثة عشان اختصره فيه هذا رقم إثني باقي رقم عشرة رقم عشرة طويلة شوية وقسمة بس سهل مش صعبة يعني نحلل كل مقدار في موقعه أربعة سين تربيع ناقص صد تربيع لما تركز على هذا تجد أن هذا مربع وهذا مربع بينهم إشارة سالة يعني فرق بين مربعين تحليل فرق بين المربعين قوة سين متساويين قذر الأول ناقص قذر الثاني قذر الأول زائد قذر الثاني حللت الحد البسط إذن أربعة سين تربيع قذرها ثلاثة سين صاد تربيع قذرها صاد إذن اثنين سين ناقص صاد في اثنين سين زائد صاد قوص صغير مرة بالسالب مرة بالمقاب بالنسبة للمقام سن تكعيب ناقص سن تكعيب فرق بين مكعبين قوص صغير والقوص الصغير فيه هو قدر الأول ناقص قدر الثاني قدر السن تكعيب قدرها سن قدر الصد تكعيب قدرها صاد ثم بعد ذلك نربع سن في سن سن تربية الأول في الثاني بإشارة مخالفة سن في صاد في سالب صاد بمقاب سن صاد ثم نربع الصاد في نفسه نضربه صد في صد صد تربيع مقب إذن أنا حللت البسط وحللت المقام وصلنا لعند إشارة القسمة أو علامة القسمة عندما تكون في علامة قسمة نغيرها إلى في إلى ضرب ثم نقلب بعدها ما بعدها هذا اللي بعدها المقام هذا المقام يصبح بسط سن تربيع زائد سن سن تربيع زائد سن صد زائد صد تربيع كان مقام صح رقعته بسط لأن أنا غيرت الإشارة القسمة إلى في وما يتحلل لأننا قد لاحظ بأنه في التمرين الذي قبله أو في المقدار الذي قبله في واحد مشابه له إذن ينشطب معه ويختصر معه بالنسبة للبسط إذن سن تربيع زيادا سن صد تربيع هذا مقدار ثلاثي غير بسيط يتحلل بالمقص يرجع مقام كان بسط يرجع مقام لأننا نغير تشارة القسم إلى ثن إذن كان بسط رجعته مقام تحليله إثنين سن في ثنين سن تربيع وصد في صد صد تربيع إشارة الحد الثالث سالبة إذن إشارتي المقاس مختلفتين إشارة الأكبر موقب نفس إشارة الوسط الأكبر إثنين إثنين في واحد بثنين واحد في واحد بسالب واحد إثنين نقص واحد البقي واحد إذن إثنين سن نقص صد في سن زائد صد القسمة هذه تتحول إلى ثين ضرب القسمة تتحول إلى ضرب المقسوم عليه هذا اللي بعده يتشقلب المقسوم للقسم الثالث 途 حال و المقسوم المقام ستضع هي الشيطة المق matching لذلك يعود الإثنين سن زائد صد المقسوم للقسم الابقى يزيئ لكن للاقفت تماماك على العديد الثالث سن إلى المقسم المقسوم للقسم سن تربيع أنه كان olduğunu عمل جرائب لأنه الحد الأوسط يساوي حاصل ضرب جذر الأول في جذر الثالث في اثنين إذن تحليله جذر الأول إشارة الأوسط جذر الثالث الكل تربيه إذن هذا اكتشفت بأنه مربع كامل مقدار مربع كامل لماذا؟ لأن الحد الأوسط اثنين وهو ناتج من حاصل ضرب جذر الأول في جذر الثالث في اثنين جذر الأول سين جذر الثالث صاد في اثنين اثنين سين صاد إذن تحليله قذرة الأول إشارة الأوسط قذرة الثالثة لكل تربيع لو ضربت سنزة إبصاد في نفسه بيطلع لك المقدر هذا الآن الآن إيش الخطوة هذه ما سويت حللت المقادير الجبرية كلا في موقعه وغيرت إشارة القسمة إلى فين واللي بعد القسمة شقلبته قلبت أبو خليته بسط مقامه المقام بسط الآن ركز على الأشياء المتشابهة بدأت في الضرب فقط نجوز الإختصار من كسر وكسر آخر إثنين زائد صاد موجودة حبة بالمقاب إثنين سين زائد صاد إثنين سين ناقص صاد موجودة حبة بالبسط وحبة بالمقاب شطبتها سين تربيع زائد سين صاد زائد صاد تربيع موجودة في البسط وموجودة في المقاب إيش بقي معين سين زائد صاد هذه قوس واحد وهنا قوس مضروف في نفسه هذا معنى تبعيد الأسس تبقى سين زائد صاد واحدة وهذه باحت معها إذن ماذا تبقى معي من هنا واحد من هنا واحد من هنا بقي معي السين زائد صاد لأنه كانت تربيع وأنا أخذت معها قوس من تحت بالنسبة للمقام ماذا تبقى معي إثنين الشوف الإثنين هذه لا تنساها إثنين وسين ناقص صاد سين ناقص صاد طبعا ما تقتصر أي شيء لأن هذه كمية مضافة هذه كمية مضافة إليها مضروفة شيء معين هذا هو الحل الأخي رقم عشرة إذن طريقة الحل يا عباد الله بأننا أقوم بتحليل كل مقدار جبري في موقعه تحليل إما فرق بين مربعين زي هذا وإما فرق بين مكعبين زي هذا وإما بالمقص وإشارة القسمة أحولها إلى فين والمقسم عليه يتشقلب البصر يصبح مقام والمقام يتجع بصر وأيضا أخذ العامل المشترك إذا كان في أشياء مشتركة بين حدود المقدار أخذها برع ونزلوك وهكذا ورتب أموري بديت بأن التمرين مركب تركيب دقيق بأنه يختصر كل شيء هذا كله رجع شوف عبادة عن بسط ومقام عبادة عن مقدار جبري في أعلى مقدار جبري وإذن متشابه عدوا لو كان فنان صاحب السؤال هذا وقعله سين زائد صد بتحت سين زائد صد يروح سين مع سين صد يعني سين زائد صد مع سين زائد صد يبقى واحد على ثنين بس ما ركى سوية ما خزنش هذا رقم كام عشرة باقي معنا إثنى عش اللي هي صفحة تسعة وتسعين صفحة اثنى عشر عبارة عن ضرب وقسمة ما فيش حاجة يسمي قسمة القسمة تتحول أصلا إلى ضرب من الآن أقول لكم القسمة تتحول إلى ضرب بس بشرط لما تحول إلى ضرب المقسم عليه اللي بعد إشارة القسمة يتشقلب نقلب أبوه المقام السيح بصر 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 كع مقام على العموم ثلاثة سين زائد خمسة تنزل كما هي متتحلل نزلت كما هي بالنسبة لثنين سين تربيه ناقصا 17 سين زائدا 21 هذه حللتها بالمقص أين هي هذه بالمقص تتحلل كيف الحد الأول هذا مقدار ثلاثي غير بسيط إثنين سين في سين بثنين سين تربيه 21 عبارة عن ثلاثة في سبعة ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين الإشارة مقابة الإشارتين نفس إشارة الوساط سالبتين لأن الإشارة الأوساط سالب تقرب هل حاصل مجموع ضرب المقاس يساوي 17؟ هذا الأوسط تقريب إثنين في سبعة بربعة عشر وهنا ثلاثة إثنين في سبعة بربعة عشر أربعة عشر وثلاثة يساوي 17 إذن صح إذن تحليل إثنين سن تربيع ناقصاً سبعة عشر سن زائداً واحد وعشرين إشارته موجبة إشارة المقاس موحدة نفس إشارة الوسط هي عبارة عن إثنين سن ناقص ثلاثة في سن ناقص سبعة وصل إشارة الفين نزلته البسط هنا لو تركز في عامل مشترك éth jars السن موجودة هنا وموجودة هنا هذا يكبر القسم على إثنين وهذا يقبر القسم على إثنين إذن خرج إثنين سن عامل مشترك يبقى مع من هنا السن واحدة لأن السن خرج برع ولا التربيع قسم CEO' على السن الب views ناقص ناقص 425 كله إزن صحوب إثنين الصن عامل سبعة هذا كله صحوب إثنين سن في السن ناقص سبعة أخذتها عامل مشترك لحد الآن لم تهتم إشارة القسمة هذاز하겠습니다 is في عام المشترك سين تركز السين هنا وهنا وهنا موجودة إذا خرج عام المشترك العدد لا يقبل قسمه فقط السين زائدة لأنه هذا يقبل قسمه على سين وقبل قسمه على سين يعني حدود المقدار كلها فيها سين خرج السين برع بقي مع أن هنا سين سين تربيع لأننا خرجت سين من واحدة برع هنا سبعة سين فقط لأننا خرجت سين برع أيضا هنا خمسة لأن السين خركت برع وصلت لإشارة القسمة أو علامة القسمة حولتها إلى فين بر شقل ابت المقسم عليه هذا اللي بعده قلب يعني المقام هذا يركع بس والمقام هذا عبارة عن ثم pancakes تكعيب نقص عشرين يعني فرق من مكعبين جذر الاول نقص غذر الثاني جذر الاول اثنين سين وقذر الثاني سبعة عشرين جذرها التكعيب ثلاثة إذن جذر الاول نقص غذر الثاني القصة الكبيرة ربع 2 في 2 بربعة سن تربيع يضرب الأول في الثاني بإشارة مخالفة ثالب ثلاثة في الثاني بمقاب ستسين هو سالب ستسين بس بالقانون يقول بأنه على الحد الأوسط استنتاجه بضرف الأول في الثاني بإشارة مخالفة سالب ثلاثة في ثلاثة بمقاب تسعة وبتركز بأن هذا القص فيه قص بالبسط الذي رجعته مقاب نفسه بعد سن تربيع زايدا ستسين زايدا تسعة الآن أنا إش عملت اشتغلت هذا بالمقص وها هو فأخذت العامل المشترك بين هذا ونزلتك ما هو أخذت العامل المشترك سين بين هنا ونزلتك ما هو فغيرت إشارة القسمة إلى فين وغيرت المقسم عليه واللي بعد القسمة المقام هذا رجع بسط وحللته عبارة عن فرق بين مقعبين جذر الأول نقص جذر الثاني وبعدين القص الكبير ربعت الأول ثم ربعت الثاني كثالث والأول في الثاني بإشارة مخالفة قانون وجدتنا أربعة سن تكريع زايدا ستة سن فيه قص مشابه له شطبته إثنين سن ناقص ثلاثة من اللي حللته من هنا فيه إثنين سن ناقص ثلاثة شطبته سن ناقص ثبعة من هنا رحت مع سن ناقص ثبعة السن هذه رحت مع السن هذه بقى معي من البسط عبارة عن ثلاثة الإثنين نزلت كما هي ثلاثة سن زائد 5 ثلاثة سن زائد 5 حسنا قص ناقص 5 يتحلل في مقص ، و إشارة 4 حدث سالب مختلفين هم إشارة 2 هي نفسية إشارة الوسط 2 إنسان 2 سموں ٥ سيمتلااً 10 ناقص ثلاثة البقية مقاب 7 هذا يتحلل 6 سن تربيع زيجا 7 سن ناقص ثلاثة إلى ثلاثة سن زيجة خمسة في ثنين سن ناقص واحد حللته نزلته أصبح في البسط أيضا هذا اللي بقي معين راح معه بقي معين من البسط الثنين ومن المقام الثنين سن ناقص واحد وهذا هو الصح إذا مشيت خطوات مبسطة وسهلة بأننا أحلل كل مقدار جابرين بموقعه ونزله إشارة القسمة أحولها إلى ثين المقصومة اللي بعد إشارة القسمة هي تشقلب أيضا بترجد بالتمرين فرق بين مكعبين مقدار ثلاثة غير بسيط أخط العامل المشترك مقدار فرق هذا مش فرق من المربعين أقصد هذا أخط العامل المشترك هذا بالمقاص يتحلل مقدار ثلاثة غير بسيط ها هو حللته أحلل حد الأول وحلل الحد الثالث وبعدين نشوف إشارة الحد الثالث دا كانت مقابة إشارة المقاص نفسها الوسط محدثين واجمع اثنين في سبعة وربعة عشر وثلاثة وسي سبعة عشر أتمنى لكم التوفيق والنجاح لا تنسوا مشاركة الفيديو هذا لزملائكم لتعمل فائدة وأي سؤال أو استفسار في التعليقات بإذن الله تعالى أتمنى لكم التوفيق والنجاح